أبدأ برصدك لما يحدث في الحالة إزاي بترصد موجة الحر اللي بتضرب نصف الكرة الشمالي التغيرات اللي ربما الكل مستغربها إزاي أثرت أيضا على ما يعرف بالأمن الغذائي العالمي إزاي أثرت على سلاسل الإمداد اللي موجودة يعني بانوراما سريعة كده لما يعرف بتغيرات المنخية وآثرها على العالم والله في البداية أنا حابب أن أنا أوجه شكر حضراتك كله أستاذ أعلى للصدفة الكريمة النهاردة بالنسبة للجنة هو برنامج دي كيمة كبيرة أول يعني إحنا من الجيل اللي اتربى على صباح الخير يا مصر واللي بدأ معاه البرنامج من البداية فأنا في قمة السعادة أنا موجود معكم النهاردة النقطة التانية اللي حابين نتكلم عليها وهي فكرة التغيرات الملاخية نفسها والجدل الأفائر حولها لأن فكرة التغيرات الملاخية يعني كفكرة مش كله مؤمن بيها وفي حولها تشكيكات كتير ناس كلي بتشاكك ما ستقول لأ دي أفوارها لا ده فيه كذا مع أن لو بصنا لحياة نحنا كأفراد وإحنا صغيرين درجة الحرارة في الصيف كانت عاملة إزاي والأنشطة اللي كنا بنقوم بيها نحنا كشباب في الصيف بننزل نلعب بننزل نتمشى بننزل نتهوأ النهاردة هل يمكن أن نقوم بنفس الأنشطة دي تحت درجة الحرارة اللي احنا نعيشين فيها الفترة دي في 2023 هل درجة الحرارة في 2023 بنفس معدلاتها اللي كانت موجودة فيها مثلا سنة 1923 وإلا الأمور زادت وتطورت وبقت أخطر من الأول فطالة لما الموضوع بيحصل وبتحقق أول حاجة احنا محتاجين نعرفها إن الجدل والتشكيك في هذا الأمر خلاص ما بقاش لي معنا فلازم نبدأ نتحرك على الأرض الواقع علشان ننقذ ما يمكن إنقاذه لأن احنا النهاردة كنا في 1990 بدرجة حرارة معينة دخلنا 2000 زادت 2010 زادت 2023 زادت أوي يعني حكيما على مستوى العالم نيجي من التصريح الأبرز لأنتونيو جوتيرش نعمل الأمم المتحدة لما قال إحنا عدينا مرحلة الاحتباس الحراري خلاص احتباس الحراري ده كان عدة إحنا مرحلة الإنصار يعني الكرة الأرضية اليوم واصلت مرحلة الإنصار فلابد ليه إحنا بفهمين المتغيرات العالمية والدولية صح والتوابع اللي حضرتك أشرت بيها في البداية وهي توابع خطيرة جدا لأن الموضوع مش مرتبط بحاجة معاناة أو بظهارة معاناة قادر ما هو مرتبط ببقاء الجنس البشري نفسه على الأرض فمحتاجين أن الموضوع يكون في توعية أكتر والناس يكون فهمة أهمية لخطورة الموضوع نيجي بقى لبداية الحديث بداية الحديث عفوا بداية الحديث عن التغلاط الملاخية التغلاط الملاخية ظهرت يعني أول كلام عنها ظهرت في القرن الثمنتاشر والقرن التسعتاشر عن طريق الأدباء الإنجليز والفرنسيين اللي هما بدوا يتأثروا بحركة التصنيع القوية والواسعة اللي قامت في الدول الغرب وأوروبا في هذه الفترة بعد معارف بيئة الثورة الصناعية الثورة الصناعية اللي قامت في القرن السابع عشر أو آخر القرن السابع عشر كانت بالنسبة للناس صادمة جديرة إن أحد ما توجه للآلة وأنا عشان أتوجه للآلة لازم أستخدم طاقة تحرك هذه الآلة أو تشاكلها فبدأ الاعتماد على مصادر الطاقة غير نظيفة اللي هي مصادر الطاقة العادية اللي هي التقليلات بايتنا الفحم والبترول والأمور دي كلها فمخرجات هذه الصناعة أو مخرجات هذه الطاقة كانت بتلوس البيئة حوالين الشعراء والأدباء فكانوا بينزعج جدا من هذا الأسلوب ده كان أول حاجة وأول رصد لظاهرة التأثيرات أو التغيرات اللي بتحصل في البيئة بسبب حركة التصنيع دخلنا بعد كده قدام شوية حركة التصنيع بدأت تزيد حركة التصنيع بدأت تبقى أكتر من الأول الموضوع بدأ إنه هو ياخد شكل أكتر خطورة مع دخول القرن العشرين بدأت أمريكا في مرحلة الدراسة العالم طب يا جماعة إيه اللي بيهدد الكرة الأرضية النهاردة؟ لأ قلنا أكبر حاجة بتهدد الكرة الأرضية هو تغير المناخ طب تغير المناخ ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن عدة أسباب الاحتباس الحراري جزء منها الاختلل للتوازن البيئي جزء منها مشكلات الخاصة بحقوق الإنسان لأن أكثر مسببات هذه المشاكل والكوارف هي مرتبطة بمعاشتنا يعني لو قلنا إيه السبب بالاحتباس الحراري هنقول الغازات الدفئة مثلا زي ثاني أكسيد الكربون مثلا زي المسان زي كذا طب الغازات دي بتيجي من إيه؟ بتيجي من استغناباتنا اليومية أنا بركب عربية وحركة تركب عربية والأستاذ بركب عربية هذه العربات تطلع ثاني أكسيد الكربون يلوس الجو مع دخول أشعة الشمس في الغلاف الجو يبقى أنه يرفع درجة الحرارة لأن الغازات دي أصلا بتبدأ أنها تزود درجة الحرارة أو بتمتص الحرارة بتاعت الشمس فلو الشمس جاي مثلا سي ثلاثين الغازات دي بتخليها خمسة وتلاثين وستة وتلاثين بفعل هذه الغازات أو الانبعاثات الحرارة دخلنا الثاني على حاجة وسائل الانتقاد وبعدين وسائل الزراعية نفسها اللي حصل في الزراع التطورات الخطيرة اللي حصل في الزراع الفترة الأخيرة بالاعتماد على مساببات المسان داخل الأراضي الزراعية أو الأراضي الزراعية وإزاي إن في عندنا بعض من المبيدات وبعض من الأعينات المستخدمة في الزراع زي المزوط والحاجات دي كلها زاودت عندنا برضو حاجة من المسانة الحرارة داخل الحرارة دخلنا نبص على الطاقة والكهرباء لقينا الكهرباء في البيوت استخدام الكهرباء داخل البيوت بتزيد بشكل طبيعي فطبعا محطات الكهرباء بتاخد البترول وبتاخد الحاجات اللي هي الطاقة اللي غير نظيفة وتبدأ إن هي تطلعي نفس الموضوع طيب الحل إيه بقى عشان نخلص من كل المشكلات دي كلها قال الحل هو استراتيجية التنمية المستدامة أو السستينبول ديفيلوبمنت اللي ليها تلت جوانب رئيسية